اعربت ارملة المغدور محمد حيان الذي قتل في هجوم متعمد من الدوريات القطرية اثناء ممارسته الصيد اعربت عن شكرها لجلالة الملك المفدى حفظه الله ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والى شعب البحرين على دعمهم لها كما اكدت على عدم تنازلها عن حقها الخاص من دولة قطر بسبب المعاناة الشديدة التي ألمت بها وبأسرتها بسم الله الرحمن الرحيم اشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد وشعب البحرين على وقفتهم معاي بخصوص موضوع المرحوم زوجي محمد حيان المقتول من السلطات القطرية وما نبي شي من قطر ولكن حقي الخاص عند قطر ما بتنازل عنه وباستمر فيه